موسيقى مرحبا يا عزيزي انا اليوم بجمهورية أوسيتيا الشمالية وبمدينة فلادي كافكاز سوف أحاول صور لكم أكثر شي بقدر علي من الأماكن والمناطق الموجودة هون وأعرفكم على عادات وتقاليد هذه الجمهورية وصلنا هلأ على أوسيتيا هاي غرفتنا طبعا دايما عادة الروس الاستقبال بالورد كتير كتير بحبها العادة ما توقعت أبدا على فكرة انه بمدينة صغيرة مثل فلادي كافكاز يكون في أوتيل هو تابع له هيلتون هو أربع نجوم بس كتير مرتب اسمه مرتب اسمه فشوفوا عن جد قديش حلوة المكان وقدي حلوة الإطلالة طلعنا من الأوتيل وارحنا باتجاه النهر على الجهة الثانية حيث موجود البارك الكبير تبع المدينة وكمان مبين من هون الجامع الأساسي حتى بنص الطريق أنا عم بمشي بسرعة وراء الرمانة عن جد وحقيقي مو هيك مو بدع اللي راسمي هاك كمان الرمان هذا حدا كتير بحب الرمان يا جماعة هذا وصي طلع بنيوتيوب أبراج يالله 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 شوفوا جمال بلادي كفكاز بأوسيتيا تعالوا شوفوا المنظر معي وما حقول انتي يا الله شو حلو هادي شوفوا صغير ومورا هاي أول مرة بشوف شو هادي شو هاي شو هاي عجوز مثل هاده شو اسمه قاز قاز أسود بس شو هاي أعجوز قاز أسود بس كيف يعلموا الطفل انه يطعمي الحيوانات لأكل بابي اللي بالعربي أشهر شوفوا سرعة الأكل هاي جاير فئتون ما شاء الله عجوز هالكائن من أجمل الكائنات موسيقى 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 شوفوا أبراج قاعد ورية هيك قضينا نهارنا بالبارك بفلادي كفكاث وضلينا لوقت الغروب وأدان المغرب من جامعة مختروف موسيقى 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 جيت الآن على الكنيسة الأساسية في أوسيتيا في قداس وفي تسليم أيقونة جاي من سوريا جاي بنا مطار سوريين فالقداس سيكون باللغة الروسية واللغة السورية العربية وهكا حبت أجي وشوف موسيقى 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 بها الصباح الجديد جمعت لكم كالفيديوهات الأكل لحتى تشوفوا الأكل الأوسيتي هذا هو الفطور الروسي أو الأوسيتي عرفوني طبعا خليط هذه اسمها الكاشا أوتفيل هذه سيرونيك تشيز كيك تقريبا من الأوسيتي هنا نوع بيض بيض مقلي وبيض لا أعرف كيف هو محروك هذه هي تشيز كيك الياباني اللي نعرفه لجنبه صراحة ما عرفته هنا بقى عنا خضار أكثر بروكلي ويقطين كوسة وبيتنجان وهون خليط مع فطر وجاج قطاطا ما شوية معرز هنا سوسج وهون أطع جاج أطع جاج وطع فش وأبرج عم ياخد زيتون هاي سوسج وطبعا في سوسج حلال وفي سوسج عادي هون بقى هذول الشغلات اللي ممكن تأخذوها كل شيء بحوم باردة أو هاكتما هاي بحوم باردة أو هاي بحوم 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 باردة أو هذول الشغلات هاي جبنة هي جبنة أوسيتينية هون بقى على اساسها على حلو أكثر لكن عندهم هاي البلجي هاي مثل نحن في سوريا من قلل الباخ في السوريين في سوريا بين قلل الباخ وهي ليني هي مثل البانكيت الروسي هنا دائما بيحطوا طبعا وجف الفات شوف الدك شوفوا لي أنا قط أبرش بونجور بونجورين في كتير شغلات لست ما ورجيتكم بس في عالم عم يتزوروني لا أحبت ورجيكم هاي هي السميتانا أبرش كتير بحبها اللي هي أشطى على لبن بس طيبة من كتر ما عم ناكل معجنات شوفوا أكلنا هلأ كله خضرات بروكليك سميتانا سلطة بواكه ليلة نهار عم ناكل هاي البريقي لأنه ما كترنا اللحمة طريقة الطبخ مانا كتير شهية ثم قضينا عم ناكل بريقي اللي هي الولباخ مع بطاطا مع جبنة هايك شغلات كتير طبيبهم هاي بس يعني لازم نصبت لأكمن هاي هي الأكل اللي صار ليسعب لكم بريقي وبولباخ وما بعرف شو اللي هي فطاير بطريقة معينة معمولة بتكون محشية مثلا بطاطا جبنة ممكن أياما سبانخ ممكن لحمة فكتير طيبة المسا قررنا نتجول بالمدينة ورغم أنه كانت مبلشة تبخبخ مطر لكن الأجواء كانت كتير حلوة موسكو المسا قرره موسكو هلأ بدي أركب بسكوتر هون بلدي كفكاس المميزة بسكوترات الموجودة هون انه منطبع هوا السكوتر كهرباء المميز انه بيكم تاخذوه بالشارع ليس حتى في محطات مثل مدينة موسكو لأنه بسطين بالشارع تأخذها وبعدها تجربتك وصف على الوصف لأنه أنت خلص ما عدتك إياها يقولون لك صور لنا المكان فتصور المكان تبع الطانية لأي الدرجة شغلية سهلة فهلأ أجرب واحدة من السكوتر لشركة اسمها YouRent أو أبليكيشن اسمها YouRent لنرى التجربة الثانية بالنسبة لي عن جد أنا ماشي الحال ماشي الحال صرت شاكرا أو أعتبر تضفر تضفر وليس نستبتع قضينا نقول لها مطر خفيف مطر خفيف لحتى كبست وعن جد تعبينه مي رغم أنه معنا شماسي وكان بده شاي مميز لحتى ندفي حالنا هذا الشاي اسمه ياقدني تشاي اللي هو شاي بالفواكه شوفوا لونه كله أحمر لأنه كله طعمات فريز وتوت ومالينة ومن هدول الشغلات سو هيك خلصنا فيديو مدينة فلادي كفكاس ووسيتيا الشمالية بشوفكم بفيديو جديد عن منطقة تانية بالقوقاز باي 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 باي